أهلا بكم مشاهدينا مجددنا في فقرات الاستشارات القانونية أو استشاراتكم السؤال الأول وردنا عبر صفحة الفيسبوك سؤال موجود لك سيدة لطيفة ديب يقول السائل وقعت في مشكلة قانوني وانا بريء منه براءة الذئب من دم يوسف هذا بسبب تشابه الأسماء فما هو الإجراء القانوني الذي أقوم به؟ نعم في هذه الحالة نصة المادة 249 خاصة إذا كانت هناك أحكام صدرت في حق هذا الشخص وهو يعتبر متهم وضحية في نفس الوقت بعد استصدار وثيقة السوابق العدلية يقوم هذا الإنسان بتصحيح هذا الخطأ عن طريق الإقدام على رفع شكوى على مستوى الضبطية ولا على مستوى المحكمة والإدلاء بجميع الأدلة التي تثبت بأن هناك خطأ بين المتهم الحقيقي والمتهم هذا الثاني عن طريق استعمال وثاق الحالة المدنية من اسم أب وأم من تاريخ ميلاد وهكذا تصحح الوضعية وجستر في حقه البراءة بارك له فيك أستاذ إن شاء الله المشاهد يكون نسمع على الإجابة السؤال الثاني أيضا وردنا عبر صفحات الفيسبوك سؤال موس جاليك أستاذ خالد شنون يقول يا ريت لو تفصل لنا أن تشابه الأسماء حتى داخل نفس العائلة والسلبيات التي يمكن أن تحصل بسبب ذلك يعني كثير من العائلات ربما تلقاهم عندهم نفس الإسم ونفس اللقب وتكون في عائلة مسغرة يعني هو فعلا هذا مشكلة لأنه في الأخير يعني كل يولد لذاته ولنفسه بتلف حتى قد يولد أحنا حتى إذ تراباتها كذا في تقدير الذات لديك لماذا؟ لأن الأصل يعني كل واحد فينا حاليا له نفسه وله ذاته وله إنسانيته وشخصيته إلى غير ذلك بالعكس يعني حاليا قد نكون لدينا نفس مستوى منش عرفنا ربما الطموح مستوى الذكاء مستوى الدراسة إلى غير ذلك ولكن لكل فينا خصائصه النفسية والوجدانية وكذا بتلف أكيد هذا التشابه هذا قد يخلق نوع من التوازن لدى هؤلاء الأفراد مما يترتب عليه التحول من الأول إلى الثاني أو من الثاني إلى الأول إلى غير ذلك بتلف كما قالت ربما الأستاذة إلى غير ذلك فالأمر هنا يستدعي أننا يعني نعود إلى أننا نتبنى اسم الأول واسم للثاني ولا عليه حتى ولو كان ميزني نوع من الضعف على الأول فما بالك يعني وبتلف ما نعتقدش بل راح يترتبع لها يعني مشكل كبير كبير جدا جدا طالما كوناهم لذاتهم كل فرد مكون لذاته فحتى واجباتنا حاليا نقوم بها بنفس المردود ولكن الفاعلية يدركها الإنسان وذاته فقط وبتلف نرفع يعني ذاتنا لأنفسنا بأنفسنا ومن خلال المحيط إلى غير ذلك مرحب الله فيك أستاذ خالد شنون وشكرا لقبولة الدعوة